اشتركوا في القناة 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 the test was a simulation of an electrical power outage to aid the development of a safety procedure for maintaining reactor cooling water circulation until the backup electrical generators could provide power while the team leader paid attention to the danger and try to shut down the reactor causing the graphite columns to descend in the core of the reactor and slow down the speed of the nuclear reaction and reduce the heat this method made the heat increase for a while before proceeding to increase since the generator was unstable and the thermal cycle disturbed from the test effects this was the factor that caused the graphite columns to drop and not be able to drop into make the heat rise significantly and ignite some of the leaking gases and cause the explosion after the explosion the reactor started boring the reactor with reinforced which which lead to the death of the large number in subsequent years from radiation however in recent years cracks have been observed in the concrete casing so there are studies to make a new casing that is better isolated in addition The Turnable is a short historical five episode TV drama series written by Craig Mason and directed by Johan Rank the series was produced in partnership between the American HBO network and the British Sky Network and the British Sky Network the series premiered in the United States on May 6, 2019 and in United Kingdom on May 7, 2019 it has received remarkable acclaim by television critics also there is a book Turnable Prayers or Salat Turnable written by Svetlana Alekseevich it tells us all the events that happened on Saturday 26 April 1986 كارثة تيرنوبل تصنف عالميا كأس كارثة للتسرب الإشاعي والتلوث البيئي وقعت الكارثة في الـ 26 من أبريل 1986 في القسم الرابع من المفاعل تيرنوبل بالقرب من مدينة بريبيات في أوكرانيا التي كانت حين ذاك واحدة من جمهورية الاتحاد السوفياتي السابق وحدث الكارثة عند إجراء الخبراء بالمحطة تجربة الاختبار أثر انقطاع الكهرباء عليها وأدى خطأ في التشغيل بعد إلغاء بعد إغلاق توربينات المياه المستخدمة في تبريد اليورانيوم المستخدم وتوليد الكهرباء إلى ارتفاع حرارة اليورانيوم بالمفاعل الرابع إلى درجة الإشعال في حين أن رئيس الفريق انتبه إلى الخطر وحاول إغلاق المفاعل مما يجعل أعمدة الجرافيت تنزل في قلب المفاعل وتبطأ من سرعة التفاع النووي وتخفض الحرارة إلا أن هذه الطريقة جعلت الحرارة تزداد لوهلة قبل أن تشرع في الانخفاض وبما أن المولد كان غير مستقر والدرو الحراري المشوشة من آثار الاختبار كان هذا هو العامل الذي أدى إلى إعجاج أعمدة الجرافيت وعدم إمكانية إسقاطها في قلب المفاعل وجعل الحرارة تتفع بشكل كبير وتشعر بعض الغازات المتصربة وتسبب في الانفجار وعقب هذا الانفجار أعلنت السلطة في أوكرانيا أن منطقة تشيرنبل منطقة من كوبا وبعد حدود الانفجار بدأت عملية الدفن وتغليق المفاعل بالخرسان المسلحة لمنع تصرب الإشاع الناجم عنه والذي أدى إلى وفاة عدد كبير في السنوات اللاحقة متأثرين بالإشاع وخاصة أمراض سلطة الغضة الترقية إلا أنه في الأعوام الأخيرة لوحد تشقق في الغلاف الخرساني لذلك هناك دراسات لعمل غلاف جديد أكثر سماكة وأفضل عزلا بالإضافة إلا أن هذا الانفجار تسبب في انسهار قلب مفاعل رابع وحدث انفجارين كبيرين أعقبهما إشعال نيران بكثفة في هذا المفاعل وحملت الحرارة والضخان الناتجان عن النيران المشعل المواد المشعة إلى السماء لمسافة كيلومتر واحد بالمنطقة وخلفت الانفجارات والحرائق سحاب قاتل من الإشعاعات النووية انتشرت في أوكرانيا وجارتيها روسيا البيضاء وروسيا كما أنه في السنوات الفارطة تم إنتاج مسلسل تلفزيون درامي تاريخي قصير مكون من خمس حلقات بعنوان تشيرنوبل قام بكتابته كريتج مازن وأخرجه يوهان رينك أنتج المسلسل بشراكة بين شبكة HBO الأمريكية وشبكة سكايب البريطانية تم عاد المسلسل لأول مرة في الولايات المتحدة في 6 ماي 2019 وفي المملكة المتحدة في 7 ماي 2019 وقد تلقى إشادة ملحوظة من قبل نقاد التلفزيون كما أنه تم إصدار كتاب بعنوان صلاة تشيرنوبل من كتابة الكاتبة سبيطلانا أليكس فيفيتش والذي يتضمن كل الأحداث التي وقعت في 26 من أبريل 1986 ترجمة نانسي قنقر